مايرايتس اليوم موضوعنا عن السرقة سرقة قد منحس هالشغرية يلي ممكن نحن نعرف كل شي عنا نقل سرقة بتتعاقب بس كيف ايمتها واي انواع سرقة رح بنحكي عنه مع المحامل استيز انطوان عبود أهلا وسهلا فيك يعني نحن ومنحضر صارت اكتشف اشياء نحن ما منعرف قد مهمة ما منعرف شو الفرق بين سرقة عادية سرقة مشددة حجم السرقة قد يعني منسرق مبلغ صغير منسرق شركة يعني كل هالأمور هي رح منبلش نحكي عنا بس نحن منعرف كمان انه في مرض نفسه اسمه كليبتمانيا يلي هو لما الناس ما بيقدروا يوقفوا يسرقوا غراض غيرهم هالمرض هيدا يعتبر سرقة او بيتخفف لانه في مشكلة نفسية هو سرقة سرقة يعني ما في انا اليوم لانه عندك مرض روح فوت اخد حمل ذهب حدا نفل السرقة بحد زيتها تعاقب اما اذا شخص مريض بيحيال لجرم مش بس بالسرقة اذا انا مريض نفسي وارتكبت جرم قتل او جرم دجا بياخد اسباب مخففة هلا شو هي الاسباب المخففة تقع حسب الجرم حسب الاعتياد التاني شغلة اذا كليبتمان معود انه اخده فيه بس او رجع رده ساعتها انا ما بكون يعني انا عمليا هو عمليا بس تحصل جرم السرقة حصلت حتى لو رديت الغرض حتى لو الا اذا كان في شروط معي بس انا بس رد الغرض مش معناه طلق اعاقب بس عملية الكليبتمان ككليبتمان هي اسباب مخففة لا اكتر بس شو الشروط اذا ادينا الغرض يعني كيف منقدر نهرب من عشان يعني انا اليوم بس اجي اسرق رجع بعدين رد المسروق بدون ما حدا يرجع لي اكيد بحصل على اسباب مخففة بس الجرم واقع ولا مرة لا يعفى من العقاب هاي الموضوع اذا بنا نحكي عن الاحجام نصر يعني الشخص يلي سرق مجلة مثل الشخص يلي سرق بانك مثلا الانون ملاياب مطاط عنا يعني ترك المشرع للقاضي مارج يتحرك فيها بيجي بيقول له بعطيك مثلا بالجنحة من شهرين لثلاث سنين بس ما بيجي بيقول اذا عشت الف ليرة هالقد بحبسه اذا ميت الف هالقد هو تارك حق الخيار لحتى القاضي يقدر الظروف الشخص اللي عم يسرق وضعه كيف قيمة المسروق اللي على اساسه هو بيحدد الجرم الواقع عليه بس كله اسمه فاعل يعني أنا اليوم اللي بيصدق ربط تخبص بألف ليرة اسمه مرتكب لجرم السريع وهي الفكرة انه خلص يعتبر بالنسبة للانون الآنون اجا كان رحوم يعني اجت العقوبات اجا جرب قد ما فيه يكون منصف بهالموضوع اجا قال انه انا رحقول السرقة كسرقة بحد زيتها بوضع طبيعي هي جنحة جنحة يعني لا يتجاوز العقوبة فيها ثلاث سنين جرم يعني جرم بس جرم العقوبة فيها مش اكتر من ثلاث سنين ما فيه احكم على الشخص اكتر من ثلاث سنين جيت قلت انا انه كسرقة عادية يعني انا شفت شغلي قدامي اخدت وفليت هون اعتبروا جرم عادة وحطوا جنحة وبلش يشدد صار يعطي وصف اجا قال اذا ارتكب هيدا جرم موظف هيدا الموظف من المفترض فيه يكون امين بس يجي ارتكب جرم شغلي يفوت يسرقه بفل تشدد العقوبة تشدد يعني من الثلاث للنصف من الربع للنصف بس مش انه طلعنا بالجنايات وبالعشر سنين بعدنا ضمنا تشدد مشددة بس بعدها جنحة بيجي بسرقة صارت بمعبد بكنيسة وبجامع يعتبر هون مشددة من حارس على اساس لازم هو يكون كافيل انه يحرص حتى لو خارج دوامه اجا سرق تعتبر مشدد يعني بلش يطلع شوية الانون خلصنا من الجنحة نتقل للجناية اجا قال انه اذا اجا ارتكب احد جرم السرقة هو حامل سلاح او بالليل او كسر وخلع يعني انا فتت على بات عملت كسر وخلع منوى على انه اخر شيء اضطر يوصف هالموضوع وصل حتى على النشل طبعا المرة بالبوس بالترامب يعني يعني يوري بأي كاتيجوري اللي مشدده اكتر لا عم نحكي المشددة صارنا بعدين بالجناية بس نحكي بكسر وخلع نحكي بمسلح نحكي بشخصين او اكتر صارنا عم نحكي بجنايات الجنايات اللي هي فوق ثلاث سنين حتى بهذا اجا المشرع اجا قال رح اعطيكم حط بين الثلاثة والسبع سنين للجرائم اللي بيعتبرها مقبولة وسط جناية ورجع طلع للعشر سنين لحتى وصل للأعدام الأعدام وصل فيها اذا انا عم برتكب سرقة وطلع حدا بوجه قتلته صار انا الجرمان مع بعض بيوصل هون اذا القتل طبيعي يمكن ما يوصل للأعدام لانه الأعدام مش كل جرائم القتل هي أعدام بس اذا فيها سرقة وانا لحتى خبي سرقة او لحتى اضمط قتلت شخص بتوصل لحد الأعدام توصل للأشغال الشقة المؤبدة يعني فند كل الخبرية لحتى يعطي كل شي حقه مشان هيك يعني اجمالا إلى حد ما منصف هلأ بتقولي لي واحد سرق ربطة خبز سيعيش ولاده هذا القنون يعني انا اوكي بصير بعدين اذا عطيته له استثناء بيجي واحد بيسرق شيء اكتر بصير ضايع انه تبطبقها وما تبطبق مشان هيك القنون كتير واضح أنا بسرق بسرق خلينا نحدد بعض الأشياء اللي منسمع كتير خلينا نحكي عن العاملات المنزليات مثلا يلي بيسرقوا بيهربع وقت بيسرقوا بيأذوا كمان ببعض الأحيان بس خلينا بس نقول سرقة يلي بتسرق يوميا كمان هون هيدا جرم مشادد مثل طبع الحارس ومثل بكنيسة او معبد هيدا الموضوع يطبر مشادد يعني تجد إذا ما رفقها أي حالة أنا هم بحكي سرقة عادية يعني شافت غرض قدامها عند مخدومة قطع الدهب خدها وحطتها صارت جنحة بس مشددة لأنه مفترض فيها تكون هي الأمان يعني قد تتوصل شو الفرق بينها وبين إساءة الأمانة إساءة الأمانة هي شخص الصرقة هي أنا بيأخد مال الغير يا خفية يعني بالخفة يا عنوة يعني بالقوة يعني أنا إذا أنا أحدها سلمني مصاريه لأعمل فيه واجب وما عملته صرت عمسيئة الأمانة ما أعتبر سرقة يعني بقوله موظف سرق شركته منه 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 سرقة منه جرم السرقة ارتكب جرم اللي هو إساءة الأمانة بس منه مرتكب لجرم السرقة لأنه بس أنا سلمك مصاريه وقلت لك روح تفعيلي يوم لشمحان أو أنا مثلا بشتغل بشركة بقبض من السوق أموال وما رخ ما جبتهم على الشركة الكلمة المعتمدة هي سرق الشركة لا ما سرق هو التارم هو إساءة الأمانة لأنه صار تسليم باليد ما رأى محل مسكر أخذ خفية بالخفة أو بالقوة أخذ غرض وفل معناتها بتختلف عن الحارس والشخص الذي يكون مفروض هو يحمي النطور الحارس العامل المنزلية هو لمنهم إساءة أمانة لأنه هم أخذوا بالمصاري يعني يا بدي يكون بعدم علم الشخص المالك بدي يكون بعدم علمه أو بدي يكون بالقوة فتاة حتيات الفرد بطلو عطينا إغراضك بس أنا فتاة واحد سلمني شغلة لا هذه إساءة الأمانة لما ما في ولا إحتيال ولا يعني كذب ولا بالسر ولا بالقوة حتى الراحة المشرح حتى حكي عن الكهرباء لدرجة قال أنه أنا سرقة الكهرباء هي سرقة أنا أنا بس إجي مد كابل ومقطعوا بالعدات تبعي وحطوا دغري على شئتي تعتبر جرم الصريقة ليس جرم تاني مع أنه يعني هذا مضبوط تعتبرها لأنه يعتبر أنه بالخفة عن الدولة عم يجي يسحب طاقة معي كمان هذا يعتبر صريقة يعني كأنه نوعا ما يلي بيتخطط له هو مشدد أكتر من الأشياء اللي بتصير هيك أوقات يعني اللي مخطط له واللي بيخوف يعني أنا اليوم بس بيحطولك عن المقنع نعم المقنع في كلمة عنه تخديدا بيقولك أنه المقنع هو كمان تعتبر جناية إذا شخصين أو أكتر صرت بحالة بتخوف يعني ما أنا بقى مثل ما قلت شي بسيط واحد شايف شغلي وفعل بس يكون فيه تخطيط بس يكون فيه يعني أنا بس ارتكب جريمة شخصين أو ثلاثة ما عدنا فكرنا وخططنا ودرسنا هذا صار القانون السيارة كل شي قيلية يعتبر جناية حتى لو ردوا بيخد عقوبة مخففة إذا ردوا وما حقها حسب الفوضات يعني بس عجل دوني كيف تصير القصص يعني هذا مخالف الأنون شو ما يصير أنا اليوم عم بيجي بسروق عم تلفين قاعد بمنطقة نعم شانو عم نعلجها نحن ما بدنا نذكر منا لا يعني منطقة مائية هذا موضوع ما خاصه طيب اللي بياخد الغرض بيرجع بيندم يمكن أو شو ما كانوا بيرد الأشخاص اللي بينشلوا مثلا الجزدين بيرجعوا بيكبوا الوراء الثبوتية الباسبور التذكرة يعني بيرجعوا وكأنهم بيردون حتى ما يضروا الشخص وكونو الصراحة كل المال او كل المجوهرات soft ما بدو أعيها الشكرت ها فكرة هو ما بدو إياها حتى لو 就是 رقة لالمساري عمليت الناشل بناهي مشددة لنا عقوبة عادي أدى يعني بتوصيل كله كله عم نحكي دون ثلاثة سنين يعني عم يعتبر القانون أنه هؤلاء حالات خاصة زادة عليهم مع تبانون حتى يمكن ليخفف من حجمهم أدى تغير هالأنون يعني ونحكي عن التشريع شوي أدى تغير أو أدى بيترقلج القانون حسب الحالات يعني بتصير تغير فعليا كتير تغيرت الغرامات يعني كانت الغرامة 50 ليرة أو 100 ليرة طلعت للميات ألف ومليون بس مش أكتر ما في تغير كانوا شوي مثلا تعطيك إجزامبلات حتى لأي درجة كان ذاكي الأنون مشرع ومنصف بيجي بيقول اللي بيجي بيقطوا في صمار قاطع أنا شفت حبت بيعطيه بيقول ما في حرس بيقولوا بالعربية بس أنا أحكيدي مش أنه إذا الإيمة بيصوني بيركز على الإيمة أنا قاطع عجبتنا استحلات تفحتين ثلاثة يعتبر سريقة بس ما فيها حرس غرامة 100 ألف ليرة أو يعني إلا إذا المرأة حامل منخففها ما تكون عم تتوحم إذا قاطع في التفاحة أو شيء أوكي هذا أشتهد عندي أريد أن نعمل أشيء هادا ستيز ما فينا نطبع الأنون بما أننا ذكرنا المرأة الحامل ما فينا منذكر القصار يعني لأولاد الصغار يعني يعاقبوا مثل الكبار أو كيف يعني الجرم للقصار هو حال لحاله يعني أول شيء إجاء الأنون نفصل للقاصرين قال كل شيء تحت السبع سنين لا يعاقب شو ما عامل شو ما ارتكب يعتبروا هذا ولا ممكن يكون عنده إرادة الأهل مدنيا يسألوا مش جزائيا يعني المدنيا يعني أنا اليوم إجاء قاصر تحت السبع سنين ارتكب شيء أضر بحدا أنهم سيطالبوا أهله بالتعويض فقط لا بحبس ولا بشيء وهو لا يحبس بتبلش الحبس تدريجيا من السبعة إلى الثمانتعاش الصموة للمراحل من السبعة إلى الثناش لا يجوز حبس توبيخ ولوم ويجربوا تدريب من الثناش إلى الثمانتعاش بعدين من الثمانتعاش إلى الثمانتعاش توصل لشيء اسمه حجز حرية وإصلاحية عنا في لبنان فيها مشكلة بس أي أكيد لين؟ عنا في لبنان الإصلاحية كانت سكرية إصلاحية بس أنه في شيء اسمه سجن الأحداث بس فعليا منه مفصول ومعنا مشكلة موضوع الأحداث هذا موضوع لحالة تحكي فيه منه مؤهل على كل حال نحن عملنا حلقة معك سابقا عن الأحداث ويمكن لازم نرى نفتح شوي هالموضوع لعله يتحسن شوي الوضع لأنه اليوم ما بيخلق الأمر بده يضل في أمور بده تصير مع الشباب يلي قاسرين وين بيروحوا اليوم أدات دولة اليوم أي وزارة لازم تهتم بهالموضوع العدل الداخلية للشؤون الاجتماعية هنم الداخلين ببعض وهذه المشكلة هلأ في شيء كمدرية السجون كتابعين هنم تابعين لهذه الوزارات اللي صاير اللي صاير أنه كان فيه عندنا أصلاحية معروفة بالفنار ورجع لأجه الملكين أخذوها يعني عمليا اليوم أنا بيوضع فيه عندي مبنى بيروميا مبنى أحداث بس هو بيستوفم وفيه كل الأعمار بس فيه جمعيات بالتابع وفيه تقارير يعني لجنة إدارة والعدل مجلس عطول بيطلع تقارير وفيه عطول ناس جمعيات تجيب تهتا وتجيب تكشوف بس أنه عمليا قلتلك موضوع الأحداث وموضوع مشاربك مثلا بالسرقة 52% من القاصرين الموقوفين هن سرقة يعني جرم السرقة هو أكتر جرم من مئات الجرائم يعني تخيالي 52% بيرتقبوا جرم السرقة اللي هي بالنسبة للون أحيان شيء يعني القاصر أكتر شيء بتلاقي بالحبوسة وصار هن سرقة 52% بس عميوا عاقبوا بما أنه مش موجودة الأصلاحية اليوم وين عم بيروحوا هالولاد شو عم بيكون عقابهم شو الحكم العم يطلع فيهم الحكم أول شيء في محكمة خاصة ليش المحكم العادية لا يحاكموا مع الأشخاص العاديين بيدال في عندهم مرشدة اجتماعية هي بتحضر التحقيقات كلها أسيستانت سوسيال هي بتكون معهم من الأول للتحقيق إلى الآخر والعقوبة أكيد بتكون مدروسة ما بتكون أنه حبس وأشغال شيء ما في مننا هذه عملية تدريب وتشغيل أوقات بيعطوه أنه يعود على الجرم بس أنه عمليا اليوم بتقليك تطبيقه أكيد بس ما عم يروح على الحبس يعني بلا عم يروح على الحبس عم بيروحوا على هالقصم بيرومية أكيد هلأ أكيد موقفين في أكتر من محل عم يتوقفوا فيهم وعم تجي هلأ عم يرقفوا فيهم يعني بديك روح أكتر بس أنا عنديك هلأ جمعيات طبعا الدراغ عم تجي تقول أنه أنا بأعطيكم إيفاء أنا بأخذوا يعني في أكتر من حدا عم يساعد بس أنه ما في شيء مش ما مثل ما هو القانون ما في خطك متكاملة في جمعيات وفي شوية يعني المجالس اللي جان هي عم تشتغل شوية اللي جان رح نحكي على الموضوع ورح منتابع تفاصيل الموضوع بس خلينا نأخذ وقف صغيري ونرش متابعين بمي رايتس موضوعنا لليوم عن السرقة مع المحامل أستاذ أنتوان عبود أهلا وسهلا فيك من جديد حكينا عن الأسرين حكينا عن البلغين والسيدات الحوامل نحن نحن نجتهد فيها بس كيف تصير الطريقة يعني كثير من الأحيان الناس يلي بيتعرضوا للسرقة بيطلعوا بحجم الضرر وبيقولوا إذا ما بتحرز مانا رح تشكها لأنه رح بيدفعوا نمقابيلون بين محكمة محامين متوخزنا يعني وغيروا من التكاليف فبيصير فيه نوعا ما انه مثل هيك استلشاء بالموضوع وبينتركوا هالناس اللي عب يسرقوا فيه نوعين سرقة فيه سرقة بتبين مفضوحة يعني معناتها علنية هايدي بيتحرك فيها مش ناطر المدعي يروح يدعي بيتحرك فيها الرأي العام مثلا سرقة بانك صارت علنية مش الحق العام يعني منه بحاجة البانك يروح يتشكها البانك على فكرة كمان عم نحكي بجناية بس نحكي بسرقة علنية يعني بطل فيه مدعي يروح صارت بيتحرك فيها الحق العام أما إذا مدعي واحد تعرض لسرقة وما راح خبر حدا ببيت ونسرق شيء إذا ما راح هو عمل ادعاء الادعاء هي بتصير ضمن الـ 24 ساعة فيك تروحي على المخفر اللي أنت أقرب لقليك يعني ضمن ديرته بيتك وتفتح محضر وتقولي شو صار معك بيخبروا المدعي العام الدركة اللي عم بعمل المحضر وبيقول له صار كذا كذا بيفتحوا محضر شو اللي صار وهذا المحضر بيتحول على النيابة العامة النيابة العامة بتدعي عند قضية تحييق لحد ما إذا جرم لقيته وبدوا تحقيق وجناية أكيد ومن عند قضية تحييق بيروح على المحكمة هاي البروستيجر أو في روح أنا عشي اسمه نيابة عامة بس اتعرض لسرقة إذا قطعت خاصة 24 ساعة بقدم شكوى بالنيابة العامة شكوى بالنيابة العامة بيحولها المدعي العام على المخفر اللي صار محل وجود الصريقة عادة بيخدوا بصامات حسب يعني بيجاب لك حسب قديه هو بده يكبر وقده بده يوزع ومعه مصاري لأكمل لك عن موضوع المصاري في شيء اسمه معوني قضائية لنقابة المحامين بيروح بيقدم أنا ممعي مصاري وكل محامي نقابة بتعين له محامي بلاش تلقي بلد بالعالم خلينا نحكي موضوع اكتوال شوي هلأ عم بيصير في مشاكل عليه هو موضوع الزوديت المدرسية يلي عم بيقوله غير مبررة هون بيدخل بضمن موضوعنا لليوم يلي عم بيقوله أنه زيدوا وزيدوا وما دفعوا وهو دولة مصرياتنا وين عم بيروحوا مش كأنه موظف مثلا عم ياخد لا أنا اليوم بس ارتضي روح على مدرسة معي كأنه عم بيعمل كونترا عم بيقول أنا بدي أعلم ابني بالمقابل هلأد هيدا كونترا اتفاق رضائي عملية الزودي وطلع هيدا هيدا مؤول شي منه موضوع جزائي هيدا موضوع مدني وهلأ صار قادل أمور مستعجلة عم بيبط فيها عم بيروحوا عن قادل أمور مستعجلة يعني من يومين كنت بمحكمة معينة لقيت في 15 بي عم بيقدموا أمر على عريضة لأنه قصرت أولادهم وشيرون أولادهم يعني هذا موضوع أصلا وهذا موضوع اليوم عم بيجرب يتلاقي حل لأنه ويلك تسمعي أراء أصحاب المدارس أو اللي هذا أنه في عندهم في زودات صارة تطبقوا الزودات مجبورين يزيدوا على الأولاد بس بيقولوا أوقات أنه نزيد قبل وكأنه هكي ما عم بيعمل شي بهالزودات يعني كأنه عم بيروحوا الزودات نوعا ما مش رح نقول سرقا بس أنه نوعا ما هكي هذا أراء فردية أنا اليوم بوضع طبيعي بس ما بينحط بخانة الصرقة ما في صرقة هون أنا اليوم جيت عم قلق أنا بدي أخذها الآد ما بدك فيك تغير المدرسة طبع أبنك أنا اليوم عم كون صريح بس هني عم بيطلعوا كمشرع أنه أنا بدي أحمل أهل لدجاه فيتوا بالسنة وكتشفوا الزودة هاي اللي هون بس حتى هاي لا تعتبر أنا اليوم ما في شيء اسمه جرم جزائي وما في شيء أكيد ما خصص سرقة هوني هيدا عملية هني عندهم أسبابهم زادوا عم بيعتبروها الزودة ملنة إنونية ملنة إنونية فقط وعم يجي يقدموا طالب لأبطال الزودة مدنيا بس ما قلنا شيء علاقة بمهذا الموضوع الجنوية نرجع نفس السرنا عاملين كذا حلق عن هالموضوع بعده هالموضوع ما عابينفهم لأنه هلأ القضاء عم ياخد اجتهاد جديد طارع أحكام اليوم من القضاء رفضت لمدار الزودات يعني أنا اليوم بس أوصل أنه القضاء عم يجي يقول أنت أخطأت بالزودة وهيدا الاجتهاد صار عم يبرم على كل اللي الأهل عرفوا فيه صارت هالمحاك الأهل عم يروحوا يقولوا وين فيه منه هيدا اللي نطبقوا عنا بمدارسنا يعني صار فيه لجان أهل ناشطة بهالموضوع وهيدا موضوع شوي متما قلت حساس وعم يتطور يعني هذا الموضوع ما كان من سنتين ثلاثة ما كانت تسمعي الواحد يروح على محكمة يوقف يجبر مدرسة ما تزيد أو يوطي التقصية قصد يعني كل الأمور بتتعالج بالقانون وبيلتقى لحل بالقانون وممكن ونحن دايما أكيد عم نتابع هالموضوع مواضيع أخرى ونطرين الاجتهادات والقرارات الجديدة والتغيرات اللي عم بتصير وعم نشوف فعلا هالفترة بالزيد كثير للقانون عم يتغير عم يتطور عم يجربوا يلاقوا حلول بتناسب أكتر المجتمع ما بعرف أبي غلطاني ما كنت تسمعي قبل بسرقة أفكار أو سرقة شيء فيه كثير أمور لأنه موضوع الإنترنت لا تعتبر سرقة سرقة أنا أذا بسرق ورقة بس إذا بسرق لك فكرة أنا عنديك هي جرم جزائي بس مش كلمة سرقة يعني صارت للمعنا شي خمس ست مواضيع وبعدين شكرا لهالتوضيحات كلها وسهلا فيك المحامل أستاذ أنطان عبود رح ناخد بريك صغير خليكن معنا رح نرجع اشتركوا في القناة